الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فكما أن الصديق من صدقك في السر والعلن ومن وقف إلى جانبك وقت الشدة فالأوطان تحتاج إلى أبنائها الذين يقفون إلى جانبها وقت الحاجة وقت الشدة وكما أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء فالوطن تاج على رؤوس الوطنيين الشعفاء وعند الشدائد تظهر الحاجة إلى الأوطان ففي الجائحة التي تكتاح العالم الدول هي التي تقف إلى جانب أبنائها وعندما ظهرت مشكلة العالقين الدولة هي التي تصدت وهي التي تحملت وهي التي عنيت بأبنائها وأظن أن أي إنسان لا يدرك معنى الوطن في هذه الأوقات التي تحاول كل دولة فيه أن تعنى فقط بأبنائها دون غيرهم في الغالب الأعام أو تعطيهم أولوية خاصة يدرك معنى الوطنية وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق على أن الوطنية ليست فقط أن تأخذ حقك على الوطن وإنما أيضا أن تعطي حق الوطن عليك يقول شوقي بلاد مات فتيتها لتحيا وزالوا دون قومهم ليبقوا أبطالنا من أبناء القوات المسلحة الباسلة الذين يضحون بأنفسهم في سبيل حياة أوطانهم رجال الأمن الأطباء الذين يصحرون على علاج المرضى كل وطني شريف يقدم نفسه ويكون على استعداد للتضحية بها في سبيل وطنه بلاد مات فتيتها لتحيا وزالوا دون قومهم ليبقوا ويقول الشعر أحمد محرم من يسعد الأوطان غير بنيها وينيلها الآمال غير زويها ليس الكريم بمن يرى أوطانه نهب العوادي ثم لا يحميها ليس إنسانا كريما من يرى وطنه في حاجة إليه ولا يمد يده لنجدة وطنه ليس الكريم بمن يرى أوطانه في حاجة في طلب إليه ويتقاعس بل هو الذي يتقدم كما قال الشعر إذا قيل من فتى إذا الأوطان نادت من فتى يحمل هم وطنه خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتعددي ليس الكريم بمن يرى أوطانه نهب العوادي ثم لا يحميها طاجوا البلاد طاجوا بنجداته انقضاء شقائها وهو الذي بقعوده يشقيها وتود جاهدة به رفع الأذى عن نفسها وهو الذي يؤذيها يا آل مصر يا آل مصر وما يؤدي حقها إلا فتى يكفي الذي يعنيها أيضن منكم بالمعونة بالمساعدة لبلده أيضن منكم سواء كانت مساعدة بالمال بالنفس بالجهد بالكلمة بالتضحية بالالتزام بالتوجيهات أيضن منكم بالمعونة موسيون يسعى ويسعد كل آن فيها هي أمكم مصر هي أمكم لا كان من أبنائها من لا يواسيها ولا يعضيها هي أمكم لا كان من أبنائها من لا يواسيها ولا يعضيها وهبتكم الخيار الجزيلة فهل فتن منكم بحسن صنيعها يجزيها ويقول الشعر إسماعيل صبي لا تقابوا النيل إن لم تعملوا عملا فمأوه العذب لم يخلق لكسلاني وابنه كما بنت الأجيال قبلكم لا تطعقوا بعدكم فخرا لإنساني نؤكد أن المتدين الصالح مواطن صالح وأنه لا تناقض بين الدين والوطنية بل إن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأليان فإذا وجدت خللا في وطنية أحد فاعلم أن هناك خللا كبيرا في فهمه لصحيح الدين نسأل الله أن يعزقنا حسن الولاء وحسن الانتماء لوطننا وحسن الفهم لديننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته